اشتركوا في القناة كل واحد يساوي مئة ألف ريال سعودي وللفوز مئة ألف لازم تجاوب على سبعة أسر وعشان التفوز تحتاج الثقافة والمعارفة وأيضا للحظ اللي بيساعدك على الاختيار الصحي حياكم الله في برنامج الاختيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله من مساءكم بكل خير مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وأيضا جمهورنا وضيوفنا اللي معانا بالاستوديو نرحب فيكم في برنامجكم الجماهي الإختيار أنتم وأنا في شوق للإبحار في رحلة جديدة على مركب المعرفة والثقافة مع فرسان جدد نحو الجائزة الكبرى مئة ألف ريال سعودي للوصول للجائزة الكبرى على كل فريق اللي إجابة عن سبعة أسر كل سؤال يوجد له أربع خيارات في حالة الرجابة الصحيحة ينتقل الفريق إلى السؤال التالي في حالة كانت الرجابة خاطئة يقدر البرنامج في حالة عادة معرفة الرجابة يتوجه أحد أفراد الفريق إلا منطقة الحيرة لاختيار أحد الأعمدة منطقة الحيرة يوجد فيها ثلاثين عمود عشرة أعمدة خضراء إن وجد أحدها سيتمكن من حذف إجابة واحدة خاضعة عشرة أعمدة حمراء كل عمود يساوي مئة ريال سعودي وعليه أي المتسابق تتجنب على عشرة أعمدة ذهبية لأن كل عمود منها يساوي مئة ألف ريال سعودي أنا مستعد وجمهورنا متواجد معانا مستعد كذلك راح نطلب منهم يرحبون بأول ضيوفنا لهذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كتبك ترجمة نانسي قنقر نتعرف عليكم ونبدأ باليمين فهد محمد الضليان من نجران أهلا وسهلا يا فهد أهلا بك ياسر محمد الضليان أهلا وسهلا يا ياسر فهد وياسر نعم وين شي غالف فهد في مستشفى في مستشفى ويا ياسر جامعة نجران جامعة نجران نعم كادر تعليمي أو لا؟ لا صح فدني مختصة كادر صحي نعم كادر صحي ممرض ان شاء الله تبارك الله يعني ملتقين في كله دعاب نعم أو لا؟ أه؟ أبناء عم أخوان أخوان من فيكم الكبير؟ اللي يعلم من؟ أنا ممبين كامل الفارق بينكم سنة الفارق سنة نعم نعم أو ما شاء الله يعني مبذك لله لا الحمد لله متفاهمين يعني دائماً أكيد إن شاء الله طيب فهد منزوج الحمد لله عندك ابنة؟ الحمد لله اثنين اثنين اخلي لك إياهم يا رب يا رب يا رب الله يعزبهم من اله لديك ابو مين؟ ابو محمد ابو محمد ابو محمد نعم وياسر ابو ثامر ابو ثامر نعم ومشاء الله يا شباب كم عمركم صح ثلاثين 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 هاش شباب ابو محمد وابو ثامر وابو ثامر عندكم خلفية عن المسابقة ولكن راح اضيف لكم عليها شغلة احنا نسميها المقايضة اول مبادلة تتمثل في شراء اجابة صحيحة بمئة الف ريال هذه بتستخدمونها من السؤال الاول للسادس مرة واحدة فقط السؤال السابع لوم مقايضة او مبادلة خاصة فيه تماما تتمثل بحذ اجابة واحدة خاطئة بمئة الف ريال كذلك راضحة 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 مستعدين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قابل لنبدأ المسابقة راح نطلب من الكمبيوتر انه يقوم بخلط الوان الاعمدة وبشكل عشوائي موسيقى وبشكل عشواء ان الشارع والعشواء كان يخص لوانين فقط اللي هم الأخضر والأحمر بالنسبة لأعمدة الذهبية فهي معروفة ومتسجلة لكلها داخل الورقة موجودة في هذا الظرف راح أطلب منكم من احتفاظ بهذا الظرف اوكي شوفوا تخالوا هنا في جيب مين ما تفرق صحيب مهيش على الطول زبنت طيب مستعدين الآن؟ نقول إن شاء الله يا طب نبدأ رحلة المئة ألف مع أبو محمد والثامر والسؤال الأول والسؤال الأول ما الذي استبدأ المتسمى صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين الخيارات المتوافة الرهية الملك فهد رحمة الله عليه الملك خالد رحمة الله عليه الملك سعود رحمة الله عليه الملك فيصل رحمة الله عليه أنا أتوقع أنه أول من سمى قادم حرمين الشريفين هو الملك فيصل مطلق قط بينه وبين الملك فهد استبدل صاحب الجلالة وابو محمد شرايه استبدل صاحب الجلالة استبدل صاحب الجلالة وابو ثامر قال الملك فهد استبدل صاحب الجلالة وابو محمد انتو يقول الملك فهد الملك فهد عندكم منطقة تلحيرة لو محتارين وابو محمد انتو كن في سؤال لو على بد الريق تكرر الله خلنا نشوف الحيوة لا تكرر الله لا تكرر الله استبدل صاحب الجلالة اشتبدل صاحب الجلالة حالي لبينة حالي لبينة حالي هذا اقول كان الملك خالد رح متلع عليه والملك فهد صاحب الجلالة بس الملك فهد رح متلع عليه اللي هو اللي يستبدل الصاحب الجلالة وحطه خادم الحرامين اشتركين نقول بسم الله الملك فهد هاذي اجابة بالاجماع؟ ان شاء الله ابو محمد وابو الثامر اجمعه علا الخيار الاول اللي يقول الملك فهد رح متلع عليه يقولون هو اللي يستبدل لقب صاحب الجلالة بخادم الحرامين الشريفين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايه ايه و Effective ابو الثامر انصلت للملك فيصل وعلىاطول ومحمد انا على طول كان خيارك الاول يعني انا راح ببالي على طول الملك فهد انا راح تحت مسمى انه اول من سمي بقاد من حرمين الشرفين والملك فهد لكن لغير من مسمى صاحب الجلالة ممكن يكون ملك فهد ان شاء الله ان شاء الله طيك تكفة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعم انا محتاج للثقة ومحتاج اليقينة اكيد انت اول ما شفت السؤال على الطر راح ببالي للملك فهد رحمة الله عليه راح الملك فهد رحمة الله عليه ورجع معي للملك فهد رحمة الله يمكن ضغط عليك الكبير لا الظرف معه الظرف معه لا يا فرق طيب الكلام هذا حصل اليو صغير اللقب عام 1900 و 86 كبير ان شاء الله الملك فهد و 80 يعني الو getting و 86 و 86 و 86 أنا أولدت خمسة و ثمانيين أنا أولدت أنا أتكلم أن أكون مارك خالد يمكن للأمني الملك خالد أهل رد Bog cents على صMad vegين لا أخفضت والله لكن بعد في مجال للتراجع شكرا عيصة الإجابة هي الملك فهد إجابة الصحية اشتركوا في القناة لا يهمك ان شاء الله مبروك انتقالكم الى المرحلة الثانية السؤال الثاني يقول اين يقع مقر ما حكمت العدل الدولية والخيارات المتوفرة في فراهية لاهاي جينيف باريس هاواي هاواي ما عندي انظروا الهيرة انظروا الهيرة قولوا بسم الله قولوا بسم الله توكل الله انظر والله اني شاك في جينك ابو محمد و ابو ثامر انا هل مرة قلت لهم انظروا الهيرة ابو ثامر ننزل يبحث عن عمود اقدر امام اي عمود ابو ثامر 15 العمود رقم 15 في سبب دعاك لهذا الاختيار والله يا بدد عجابي بيوسف الثنيا فقط عجابك بيوسف الثنيا يوسف الثنيا يوسف الثنيا كان يلعب في فريق خلنا شو لقد قلت انه نجمة بعد ما يبيلا كده اوه انت معاه اهلالي او لا اهلاوي 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 اوه طيب شكرا على الله ابو ثامر وقم بالاختيار بسعونا الله اوه 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 ما يقال شف مئة دل فقرات احد وكل هذا عشان عشقك ليوسف الثنيا مو مو منافعك اوه مو منافعك اوه هو يستاهل الليب بس يعني اذا خسرت ما راح يعوضك طيب شوف عمود غير ايه و ثامر ايه شوف الرقم و ثامر في ذهول صدم مواقف كدام العمود اساعدة عادي يعني ممكن تشاو اشتراك في رقم اثنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او مئة ريال راحت عمود احمر راح وهذا الشيء في صالح الفريق بدون شك اطلب منك تشوف عمود جديد يابو ثامر رقم تسعة عشر الرقم تسعة عشر في سبب ولا ابد ابد لا لا اعب ولا انا انتقى المنطقة هذي طيب يعني للتغيير فقط لا اكثر ولا اقبل موافقك على هذا الخيار خايف انه راح على اساس ميسي كمان والله انا خايف انت موقع تنعب بالخيار اول عمود راحت تسعة عشر توكل على الله وضغط بسم الله بسم الله ومئة ريال راحت ممتاز المتاز يلا الله ممتاز ممتاز ما بقى شي يمسي ممتاز ما بقى شي يمسي تبيش شوف رقم من نيمار كمان لا لا ما في داعه يعنى شوف النار رقم يلا اطلعو برا صندوق الصغال الكورا ايه والله شوف رقم غيره بسم الله رقم عشرة رقم عشرة حليك يقولي محمد أشيالهوب بس رقم عشرة ليش يبوثان أبد رقم عشرة أبد رقم عشرة صدقني ممشرهوب بجواب اسمي مايبيكو تبشر مرتين توكرك على الله وقم بالاختير يبوثان رقم عشرة بسم الله ومتاز مئة ريال راحت أحد شوف عمود غيره يا أبوثامر هذا الله أنا أقول أنه محظور أنه نزل إلى المنطقة الحيرة يعني ممتازة جاءت في صالحكم إلى الآن نزل إلى المنطقة الحيرة حول حول شوف شيء يعني بتاريخ ميلادك مثلا يلا 21 واحد وعشرين واحد وعشرين هذا تاريخ ميلادك نعم ودي اروح الثامر ودي اروح الثامر وودك تروح تاريخ ميلاد ثامر ايه شتكلك ناسي لا سبعة وتعاشر سبعة وتعاشر طيب ابو الثامر امام العمود الرقم سبعة وتعاشر وهذا تاريخ ميلاد ابن ثامر شكلك على الله وقم بالاختيار بسم الله ابو ثامر لربك سبعة استراجع نرجى الواعد وعشرين ترجع الواحد وعشرين طيب أبو ثامر الآن نمام العمود رقم واحد وعشرين اللي هو يوم ميلادة توكر على الله بسم الله ممتاز ممتاز عمود أحمر بمئة ريال كمان راح هذا الشيء بكل ذا أكيد راح يتقلب من فرص ظهور المئة ريال في آخر مسابقة إذا تجاوز ألس إلكل إن شاء الله ممتاز أمام أي عمود أبو ثامر تسعة وعشرين تسعة وعشرين وسبب هذي مشورة منك راح خلاص نلعب هنا وتتوكل على الله طوفة وشرب أبو محمد طيب تتوكل على الله أبو ثامر وأقوم بالاختيار بسم الله ممتاز ممتاز إلى أن تجد عمود أقدر ما قدر أنه لا ما تقدر لا ما تقدر والله طبعا ما أقدر لك وما واحد إلا إذا ودك كانت تنطل مفوق هذي تكسر لا والله وين ما واحد بتوكل على الله من تسعة وعشرين إلا العمود رقم واحد إلا العمود رقم واحد وكال الله يبو ثامر وأقوم بالاختيار عشرة أعمل إذا قضرة موجودة مثل ما هذي وعبو أحمر كمان راح والله يدك مبروك يا أبو ثامر أهلا سين تروح لطريقك طبعا أبدأ واحد واحد ثلاثة ثال ثلاث synchronous يلَو ختمسة أبو محمد غل Eight ثلاثة 福 لا يطعب خاطره ثلاثة ثلاثة والله كمان كمان يقع لا يجعله في خاطر��ك توقّل يلا إن شاء الله عند الخضرة إن شاء الله توقّل على الله يا أبو ثامر وشوف العمود رقم ثلاثة أبو ثامر مئة ألف طاحة أخذ تعبتش في منطقة الحيطر يا أبو ثامر أقول تعبت أنا رايح يا أبو ثامر يلا الله ما عليش عدبر هالرياضة يلا الله شوف 14 العمود رقم 14 تظهر ما فيها أخبر هنا تفضل أخيراً 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 جينيف وباريس جينيف وباريس وبو محمد نفس الكلام طيب أنا عندي خيار ثالثة بوظيفة اللي هو الفاصل راح نطلع للفاصل ونرجع نكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم 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 ولا تنزلون لمنطقة الحيرة ننزل الحيرة ننزل الحيرة ننزل الحيرة أبو محمد وأبو ثامر أجمعوا على نزول فهد إلى منطقة الحيرة تفضل أجمعوا على النزول النزول أعرف الأمر نعم و العندس تسعة عمدة خضرة موجودة والعمدة الحمرة طبعا ما قصر فيها ابو الثامر انهاءها كلها قضاء عليهم قضاءي كلهم اشتركوا بالسجل ثلاثة وتو الشيرين في سبب دفعك لهذا الاقتيار اول حاجة الهام الثاني ملاد دم محمد إذا عندك عالم خاص يوم جولي يعني مرة يطلع لك مذيع أخبار يقول والله أنا كذا حياتي كذا يعني زي قبل شوشوي راح قبالي في واحد الحين الثلاثة وعشرين شك الله الله وقم بالاختير ممتاز مئة ريال راحت ولا أعمد الحمراء في تناقص مستمر اطنعش اطنعش واسبب ما في الشي ما في عشوائي 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 نعم بسم الله تتوكل على الله يا رب بسم الله عشوائي اطنعش عشوائي مئة ألف راحت بقت ستة أعمدة ذهبية ثلاثة حمرة تسعة قضرة نسبة حصولك على عمود أخضر الآن هي عالية جداً بكل ساكد أمام أي عمودة الآن يا أبو محمد سبعة هو مقاح يحول إلى خمسة وعشرين طيب حوول على خمسة وعشرين خمسة وعشرين ليش حوولتك كنت عن سبعة نفس الخطط نفس الخطط نفس الخطط يعني هو خطط الاستوايا يعني خطط ليه 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 ورا يداني كذا خمسة وعشرين بس مش ورث نفسك طيب نشوف بسم الله خمسة وعشرين توقع على الله يا أبو محمد نفسك 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 شكراً أحتاج منكم إجابتين محتارين بينهم خلنا نحذف واحدف فيهم شكراً 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 زكات زكوات وزكايات وزكايات زكوات وزكايات نعم لا أول ولا أخير لا لا ألف ووباء ألف ووباء ألف ووباء زكوات زكايات محتارين بينهم نطبق من الكمبيوتر أنه يحذف واحدة منها الإجابة تاني الكمبيوتر حذف الخيار الثاني اللي هو زكايات لا زالت الإجابة الصحيحة موجودة محاطة بإجابتين خاطئة والخيار عندكم جيم ودالوا ممكن أن تكون صحي أكيد ما ينفع ثمتين صح ما ينفع يعني ممكن تكون أحداها ممكن تكون أحداها الصح أكيد أكيد هو في واحد الصح أكيد من الثلاث اللي جاء بس أنا باكرت زكوات خلاص ممكن تشترون إجابة صحيحة ممكن تشترون إجابة صحيحة أنا شفتك أنا أقول ألف والفلوس سواج جدا الله يكثر على خير إن شاء الله دعنا نجسل السؤال يا أسر يا أسر السؤال سهل الحرام سهل الحرام الله يا أفر الله يا أفر الله يا أهل محمد نزل منطقة الحيرة وحذف إجابة ويقول شهل والله يلزل ناس الحيرة على أساس تأكيد لا أكثر طيب أحتاج منكم الآن إجابة بالإجماع أهدفت أهدفت أخطار هذا زكوات زكوات موافق أنت تسكن هذا خيارك أنت اللي وفقت هذه إجابة بالإجماع أي شاء الله يا رب طيب أبو محمد وأبو الثامر في السؤال الثالث حذفنا لهم إجابة خاطئة وأجمعه على الخيار الأول وأجمعه على الخيار الأول اللي يقول زكوات نطلق من الكمبيوتر أنه يثبت على هذه الإجابة نطلق من الكمبيوتر أنه يثبت على هذه الإجابة أوmen أوه 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 هذا أوه 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 أعطيك إياها كذا ما أحدد ولأني كسرت القاعدة في التعامل معكم من الأول ما يضر لو كسرها مرة ثانية خليني ما ألعب فأصابكم كثيرا بجيب لك إياها كذا زي ما قاله يعني على الطاولة زكات و قتلك زخات بوريك هنا يعني الفعل هذا أو الوزن هذا مباشرة وزن ينفع يجعله جمع زخات مدّة مادات سكوا تتعمل برطة ما أنا ستسان في عالم آخر وهو تسلم تسلم الله هنهاء ألف تسلم نفس لك هالمرة هكذا اتوا قال المرة اللي فقدت اطلع لكم في الوهم في الخيال مذيع أخبار وقال جملك يزاوكم هالمرة هالمرة اسمح حدا لا ما انفراد إذا عين هالمرة كنت في حاجة جدس مدرس لغة عربية يطلع لكم في صور كده خيالية فانتازية ويبدأ أحكي لكم ما الإجابة هي زكوات نعم إجابة صحيح أتعلم من السؤال الثالث إلى السؤال الرابع وخطوات أقرب للمائة ألف من الشاعر الذي كتب أوبريت الجنادريا 24 الخيارات المستوافرة هي بدر بن عبد المحسن مستورة الأحمدي الحمدي الحمدي الحربي أو لا خالد بن سعود الكبير شكرا للمشاك بل الش متابعين للأعمال الفنية نوعاً ما نوعاً ما عندكم إجابة؟ والله أنا أشك في ألف برضه ألف ويدال والثامر بالمثل ما عندنا إجابة أكيدية نقول نشتري السؤال مع أحساسي أنه خالد بجنس سعود الكبير لكن لكن أضمن نشتري السؤال نشتري السؤال أنا أريد أن يجعزف والله نشتري السؤال نشتري السؤال نشتري السؤال أفضل فهده ياسر أبو محمد وأبو ثامر فسؤال أجمعه على شراء إجابة صحيحة نشتري السؤال نشتري السؤال نشتري السؤال لأنه يحذف عمود ذهبي بقيمة مائة ألف ريال من تشتري السؤال يجب أن يكون أفضل نشتري السؤال أفضل هون أفضل 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 يا ليل لو انا اسمع منها مقطع اجيب لك الشعر مهدي والنعش بين مهدي والنعش يملك حساسي وقراري اه احبك احبك حب ضاري في ضلوع الرمل واش سر العطش للعطش هذا المطلع طلبت مطلع او مقطع انا عطيتك بالبيد رغبط ان ابدأ المقطع لا عادي أنت خلاص تشتريت إجابة هو مهندسة للكلمة بدر من عبد المحسن أنا قلت لك ألف يا أخي بدر من عبد المحسن هذه الإجابة صحيحة شلوبة في الكتابة وفي القصيدة واضحة جداً أنت بس لو كنت تحافظها أولاً انتقلت من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الخامسة والسؤال الخامس ما هي المدينة التي ضربها الزلزال؟ مبناصر الشمراني عام 1960 للميلاد الخيارات المتوافرة هي أقادير في المغرب أصنام في الجزائر ذمار في اليمن أقادير في المغرب أو أصنام في المغرب أو أصنام في المغرب أو أصنام في المغرب لكن ننزل تنزلون منطقة الحيرة نعم إن شاء الله طيب من شؤال الخامس قرر أبو محمد وأبو الثامر ننزل إلى منطقة الحيرة من فيكم بينزل آه نعم أبو محمد تفضل أبو محمد أبو محمد أبو محمد أبو محمد تفوّل المسابقة كنت مع أول سؤال ثاني سؤال كنت شغال معنا بس بعدين سلمت الأمور بشكل غريب تحطم أموري مكثّر لابو محمد مكثّر الضغط مكثّر الضغط مملأت أي والله مكثّر الضغط أبو محمد مهما تتبيل مكثّر الضغط شكّر الضغط مكثّر الضغط يلا الله محتر ثمانية وتسس أو ثلاثة عشر عليك القيام باختيار يلا الله ثلاثة عشر العمود رقم ثلاثة عشر ان شاء الله بدون سبب عشوائي عشوائي جدا نشوف عشوائية ابو محمد اتفاق بسم الله وهذه 100 ريال كمان راحت ما بق ما بقى العمودين حمرة تعالي من النفرة فرص ظهورها بكل تأكيد باتت ضعيفة جدا شبس معدومة يا امرحة والاخرمد الخضر باقى العزل ما شاء الله ثمانية باقى العزل خمسة اعمد الذهبي أمام أي عمود يابو محمد تسعة تسعة بدون سبب بدون سبب كنت تشاك فيها تسعة 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 قطيت تروح هنا عشرين عشرين شايف قلت لك شايف قلت لك مراهي مراهي زمامة الحاضة يحاول يتحكم في الموضوع وشوف ترا ما بغي ما بغي ما بسمع الكلام ترا ما بغي بس انا بيني بينك قطيتك كذا نظراف ايه باط قلت لك كيف ورد عمك كذا ورد هذي أخضر بإذل الله العمود الرقم عشرين عشرين توكل على الله وقم بالاختيار بسم الله صراح اصلاة وضوط اصلاة اصلاة موزة ترين كما علمت مدى ذهبية متبقية اثنين حمراء وثمانية خضراء بكل تأكيد أمام عمود تسعة رجاء تسعة طيب توقع على الله رحمة الله رحمة الله فريقتكم في خضر ثلاثة عمودة ذهبية ثنين حمراء وثمانية خضراء قاعدين تهربون منها يعني ما عرف شبينكم وبيننا عمودة الخضراء سرتوا في طريق سليم في الأول وتخلصتوا من عمودة حمراء كثير لكن بعدين حولتوا عذابي بنفس الطريقة أمام عمودة الآن أبو محمد ثلاثين ثلاثين توكل على الله بسم الله أبو محمد أمتاز جدا عمود أحمر واحد متبقي ثلاثة ذهبية وثمانية خضراء والله ما تبون تلاقونها أبو 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 رقم خمسة أنت كنت مترجى لأي واحد ستة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين نعم حولت على خمسة أبو أبو أفجأ ليش؟ سبرنت 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 أبو إن شاء الله طيب توكل على الله واضغط على العمود رقم خمسة يا أبو محمد بسم الله محمد 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 لو هذا ما طالع أخضر أنا كنت بستغرب أيوة والله طيب أحتاج منكم الآن الأخير إجابتين إجابتين محترين بينهم خلنا أحذف لكم واحد أحذف فيه ورّه ما عندي معلومة يعني أكيدا يعطيني إنتجابة وبذامن إتجابة لا كنت اشترأت Touit Embla أكيدا أنا ورّه ما كنتسمعتي يعني أحذف نوع سبب كديم بس جيم مستبع ده جيم مستبع ده جوب بينكم وبين المية الف يعني خطوتين خلص الله كريم احتاج جابتين الان اذا ما اخترتوا جابتين الان الكمبيوتر راح يحذف في جابة من عند الف وبع الف وبع اه نعم وموافقة اه نعم طيب ابو محمد وابو ثامر محترين بين القادير في المغرب واصنام في الجزائر نطلق من الكمبيوتر انه يحذف واحدة من الاجابتين دائما وابد ان اذكر اختياركم لا اجابتين لا يعني بالضرورة انه واحدة فيهم صح والكمبيوتر عموما حذف الخيار الثاني اللي هو اصنام في الجزائر نحتاج اجابة بالاجماع على الان اصنام في الجزائر انشاء الله انا والله شاك في ديال لكن خلاص شاك في ديال ديال شاك لكن احتاج اجابة بالاجماع خلاص توكل على الله مع عبو ثامر مع عبو ثامر انشاء الله ماجه اتباه الجي طيب ابو محمد وابو ثامر اجمعوا على الخيار الاول بعد من الكمبيوتر راح حلف اجابة خاطئة يقولون اكادير في المغرب اجمل وليس هم ما قالوا لأننا مو بوقتنا تماماً مو بوقتنا حنا عندنا نفاصل نطلع ونرجع عن كلها ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اجمعوا على الخيار الاول كاجابة للسؤال الخامس وهم على بعد خطوتين من المئة الف ريال قال له وقت دير في المغرب عموما زلزال هذا أودى بحياة خمستاشر ألف ناس سمع الله تعالى وجرح اثناث عشر ألف بيصابت وخمسة وثلاثين ألف شخص بلا مأوى قدرة الخسائر لهذا الزلزال بحوالي مئتين وتسعين مليون دولار مبلغ هائل جدا شفور جيد الان شفور لن تشعين مباشرة مباشرة من قوة هذا الزهل طبعا تنبنة مدينة جديدة مدينة أكادير نعم يا أخي حرام عليك تنبنة مدينة تنبنة مدينة جديدة بنفس الاسم طبعا على بعد حوالي ثلاثة كيلو متر أو أكثر شوي من السؤال الخامس ننتقل للسؤال السادس السؤال السادس هو وإحنا الآن في مرحلة حساسة السؤال يقول كم تبلغ سرعة انتقال إشارات الألم في الجسم إلى مركز الإحساس الخيارات المتوارفة في رهي ثلاثمائة كيلو متر في الساعة ثلاثمائة وثلاثين كيلو متر في الساعة ثلاثمائة وثلاثمائة 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 وثلاثم جوجود سامنا قاعدة تصير آه فور ملاوين قاعدة تصير جوجود سامنا أما لا ندل سبحان الله سرعات عالية جدا سبحان عجيبها أبدك عجيبها أبو شتبرا عنك نحتاج منكم إجابة ترجمة نانسي قنقر 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 أبو محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أبو محمد أبو محمد اختاروا 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 عمود واحد أحمر ورفيا أخضر وثانين أعمدة ذعبية وستة أعمدة خضراء ستة أعمدة خضراء والشاشة عندكم هنا تبايا أقل ننزل منطقة تلحيرة يا رب ودكم تنزل منطقة تلحيرة نعم إن شاء الله متأكيد مين فيكم ينزل هالمرة ترى هذه النزلة غير كل نزلة يا رجال أم جازفة ما إبقالها أبو محمد يا رجال بطلق بطلق يا أخي والله إنسان رئيب يا رجال يا رجال تحية السجاعة يا رجال فهد 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 نفسي بزا 16 16 يخوكو خاطرة في 16 بنو أول أمام أي عمود الآن أنا تقول 16 أنا أبغى الحين جيت أنا أبغى وأنت تبغى الحين 28 أبو محمد أمام العمود رقم 28 28 إيش اللي هدفك لاختيار هذا الرقم في هذه المرحلة الحساسية مجرد إحساس أشوائي كده أشوائي والله أنت فريق عاجل واحد عشوائي واحد منطاوعه طيب توكل على الله وقم بالاختيار يا أبو محمد بسم الله الرحمن الرحيم نعم أشوائي 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 ترسل أشوائي 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 أبو محمد و أبو الثامر خطواتهم باتت أقرب للمائة ألف ريال أحتاج منكم الآن إجابتين محتارين بينهم خلنا نحذف واحدة فيهم ألف و بأ مرح عليكم الموضوع مجموع اللغة العربية لا والله بس من أول موظهر سكايلو يمكن أن ألف تسعمائة و سبعة تاعش أحساس كده لا نحن هذف فيهم بين ألف و بأ لا 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 أحساس كده أحساس كده أحساس كده أحساس كده أحساس كده تشوف أنت كيف يبدأ شعلاً تطاعوه و ما يطاعك ترى شعلاً كبير لقد أحساس كده أخي يحادي أخرين نبرا والله ياخدتي طي nada احتاج منكم الإق Lunch حجابتي نحن حساذ في عرفه وجيه شعره هدأ يا تأكل شعره يشوووووه لا صدق عدر ويش تبوني تحذفون يعني ألف وجيم ألف وجيم وهذا آخر آخر الكلام صح طيب لا أعرف يا أخي يا أبو ثامر ما شكلا ما شكلا مقتنع بس اش أنت تشارك فيه اش أنت تشارك فيه نايا واصحة يوم تقلب أنا أقول ألف وجيم ألف وجيم ألف وجيم ألف وجيم ألف وجيم سعين خلاص أنا أنا المرات الجاي معانيني سالة أبو ثامر خلص بخذ العلم من أبو محمد وعلى الله طيب أه الله كريم نطلب من الكمبيوتر أنه يحذف واحدة من الخيارات التي تقول ألف وتسعمائة وسبعة عطاش و ألف وتسعمائة و تسعمائة و تسعمائة عطاش أشكرت لك الكمبيوتر حذف الخيار الأول اللي يقول ألف وتسعمائة و سبعة عطاش لسه عندكم مقايضة وانتوا في سؤال الأخير عندكم مقايضة بمكانكم تعطون مئة ألف ونحذف لكم إجابة إجابة خاضعة اوكي توكر على الله توكر على الله اوكي قرر أبو محمد كل تأكيدة والثامر معه يشترون حذف إجابة خاطئة بمئة ألف ريال نطلب من الكمبيوتر أنه يحذف عمود ذهبي من منطقة الحيرة الكمبيوتر راح يحذف إجابة خاطئة من الثلاث إجابات الموجودة أمامنا الكمبيوتر حذف الخيار الأخير ألف تسامية وعشرين للميلاد كذا عندنا إجابتين متبقية الأن دعوة الدعوة تسامية دعوة وصف تسامية جميعاً أما بإذن الله عبور المجمع هذا اللي نتحدث عنه هو أقدم وأعرق مجمع للغة العربية طبعا في الوطن العربي بقولت تأكيد تأسس لغرض الرئيس وأساسي له النهوض باللغة العربية لما تتحدث عن هذا المجمع خلنا الآن مسرة التاريخ توقعون وينما كان في بلد تأسس سوداني 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 فسوداني أحتاج إجابة بالإجماع هل أنت بكتلا تأسى؟ أحيس سدى كترا على تساة تاريخ أنا ما قلت تكتلكم إن المجمع هذا في سوريا صح؟ لا اهو في سوريا عموما تحديدا في مدينة دمشق امر بانشاؤه اخي ما ادري ليه طالعش ما ادري ليه الملك فيصل في حينه نحتاج اجابة بالاجمة جمع جيب 1919 اخر الكلام طيب راح نثبت على الخيار الثالث بعد حذف اجابتين خاطئة واحدة منهم كانت بعمود اخضر واحدة منهم بعمود ذهب يوم مائة الف ريال اللي عطوني اياها وحذفنا اجابة روح راحت عليكم في الطريق كثير ما ربما جيتوا كلها واحدة إن شاء الله هتكون مصير مصير إن شاء الله مت عملتم مع الشوات للأخير بكل يعني.. يعني خلني أقول ما أعطيت شو قدرة كالسؤال الأخير في المسابقة وتكتب ماشين بشكل ممتاز طول هذي الفترة الضغط زاد زاد لا أنا 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 ماني ميال فكرة دائما أن أنت يعني بس سوينا فكول حلفنا إجابة حلفنا إجابة حلفنا إجابتين وحساسي رايح الجيم من الأول ما تطرح السؤال حتى لو تطلع السؤال حتى لو تطلع السؤال حل خطأ عادل ما أعني بنا عادل ما الله لأن نحساسي مع عادل بعض الحكيم عموعنا أننا متعاهلة مع التواريح يا إخوة رقم وإلى كل ما이랑 في فرق ليس لن يجال المقترحكنه لم تطلع المر Stamp بصوتت الرب خلاني أقول الي الأحساس ولا الرغم عن حق الملم على اللي يطلعها ولا تسمعي يقول لك لها والله من بداية اللعبة والدلوها ماشي يا رجل ان شاء الله حتى بدر من عبد المحسن اللي حذفها والله انا كنت شاكل بدر لكن ومتحسف على بدر متحسف على بدر بس كولت يلا نصر معا نعم وحسك يا خير حسان تكروه شيئا انه هو خير لكم جميلا انت تتحلم بالإيمان دائما بلدر الحقيقة موسيقى الاجابة الصحيحة هي موسيقى موسيقى الف وتسعمية ألف وتسعمية وثامانطاش سراء السنة ألف وتسعمية 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 طبعا ما في اي دياع وانا اذكركم بانه واحد منكم يقف على عمود يحمل الرقم مئة الف عمود ذهبي وواحد يقف امام عمود احمر يحمل الرقم مئة هذا يعتبر شي بديه جدا طيب الان احتاج منكم الاتفاق على عمود وواحد ومنفذيكم يبيه طاوع مين اش رايك ستة ولا ستة عشرين ابو محمد يروح لابو ثامر ولا ابو ثامر يروح لابو محمد نحتاج قرار الان ابو محمد ابو محمد ابو محمد ابو محمد ابو محمد احساسك او الثامر شي قول انت عمام عمود يحمل ايه تلون و ايه ترقم احساسي في ستة احساسك في ستة وورا ما رحت لها طيب ما ادري اقول لك على الشي صدقلي لو كنت الان على ستة بتقول لحساسي في ستة وعشرين انا ما توقع كذا يعني لا لا انا احساسي وانا هنا ارطت وراحت عيني على ستة لما بقيت ستة وستة وعشرين ارطت عيني على ستة لكن الان احنا اصطرنا في وضع معاركة ستة امامة اللي انت قاعد تقول له انت قاعد تقام من الذهب اللي كان هنا ابو محمد وابو مثامر اجمعتوا على هذا العمود الان ستة وعشرين اللي هو ستة وعشرين ستة وعشرين ستة وعشرين اه نعم اه نعم عمود الرقم ستة يا رجل تحضر هنا أشكرا لكم ها انتم متعرفون هي تخذون لا بينزلها بير آه يا دعين إن شاء الله عزيز سلفة هنا مش كار وبكذا أبو محمد وأبو ثامر أجمعوا على اختير العمود الأخير رقم ستة وعشرين خمسين في المئة لون أحمر خمسين في المئة لون الذعب والعلم عند الله أطلب منكم كل واحد منكم يضع يده على العمود بدون ما يضغط مجرد لمسة خفيفة ويضغطوا بشكل مشترك متع الحين قموا باختياركم الآن بسم الله بقف بسم الله بسم الله بسم الله يا رب رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هكذا هي المساءات الجميلة تسرك منا او تسرك منا بكل هدوء الاحلام تنتظر ان تصبح حقيقة والمتعة حاضرة معنا في كل لحظة من الاختيار لا تروحوا بعيد فاصل ورجعي لكم مع متسابقين جدد اشتركوا في القناة 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 اجابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقط اشتركوا في القناة والخيارات صحراء 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 اللي بي لومه. امام اي عمودة الان? الربعة. العمودة رقم اربعة. سبب عشوائي كمان او اللي? عشوائي. عشوائي. نعم. انت قابل بهذه العشوائي يا ابو انسي. انا مع ابو اسام ان شاء الله ان الله يمكنك تشوف عليها برقم عموما. بعد ما يخلص من هالعموما. ايه. اذا ما كان اخضر طبعا. اتشوك ان اعر الله يا ابو اسامي يقوم بالاختيار. اتشوك ان تقوم بي اتشوك ان في مانت العاشق تماما اتشوك انه ما حايا احتراج منكم اجابتين محتارين بينهم نحذف واحدة فيهم هي السحراء الكبرى والصحراء الرملة الكبرى السحراء الكبرى والرملة الكبرى انا اقول كذا ببطول انو كان هذا نعم نعم يعني عندك الجبة عندك الجبة طيب السحراء الكبرى والصحراء الرملة الكبرى اللي اجابتين على المحتارين بينهم نحن نطلب من الكمبيوتر انو يحذف واحدة فيهم نحن نطلب من الكمبيوتر انو يحذف واحدة في السحراء الكبرى ودائماً نتذكر أن الصحرار الكبرى موجودة في أستوراليا بس أنا نتذكر دائماً الخيارين اللي أعطون إياهم المسابقين لا يعني بالبرورة أنه واحد فيهم صحيح أحتاج إجابة بالإجمع صحيح صحيح ممكن صحرك كالهاري خلاص صحرك صحرك كالهاري بل إجمع إن شاء الله إن شاء الله أسمع منكم بل إجمع بل إجمع صحرك كالهاري صحرك كالهاري بعد ما اجمع عليه كله مني ابو منسي وابو سامي بالنسبة للصحراء الضملة الكبرى هي رابع اكبر صحراء وليستها قلت لكم هي موجودة في السورالي دفعا واضح لموقع ما هو هذا الصح لما انه تم حذفا التجارة الصحيحة لازلت وجودة هنا محاطة بجارتين الخارجة بالنسبة للصحراء كروبي تجهلتوها تماما تعرفون وين هي موجودة ولا لا لا هي موجودة في المنغولية المنغولية في الفريق او في الصين بحسب يعني اججاء منها طبعا هي المنغولية كلام جميل والسليم من أبو السامع إذا تقول المصطحة الكبيرة في أفريق وصحرك كالهاري هي في جنوب أفريقيا نعم فأدك كذا تكون كتطعت شرط طويل الله سيدك مساحة حوالي تسعة مليون كيلو متر مربح صحرك كالهاري هذي اللي مو كالهاري لا 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 قلقك كالهاري الصحراء الكبرى هي تسعة مليون كيلو متر صحرك كالهاري نسبك كالهاري نسبك كالهاري أفريقية نسبك كالهاري الآجاب الثقاح نسبك كالهاري رجب نسبك كالهاري اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة